راح أسعى الله إلا ما أجيبه مع المحكمة أخذها القيامة بالقاني أنا اسمي مازل همانا من سوريا دير الزور كان بيشتغل بشركة فرنسية إلينا حياتي مع أهلي كان جونه حيلا غير شقد ما تصور جونه هذا مازلّ كل من مجموعة قصة الأسعى كانوا يطارجون بجميع السيريين عملاً لتعلم بشركة مجتمع يدعون الأسعى يمتونون القرآن بالقرآن موسيقى المترجمات لكثير من 40 سنوات. ثم في 2011، المترجمات العربية سببت على سيريا. يا الله ما عقولي ما عقولي يا زين الله ما حد كان يصدق والله ما حد كان يصدقونك تماما يعني كل الناس فرحانة صارت العالم شغل أفكار تعمل أفكار شغل عقلة كانت أولي ما بي ممنوع In March 2012 Mazen was in a cafe with his nephews after they'd helped supply baby formula to a besieged area We're going to drink tea We're going to drink tea We're going to complain and we're going to complain We're not feeling like we're going to be safe They put them in our hands and I put them in the car until we didn't get to the place The first question I asked him is where am I? And he said you're in the airport in the sea We're going to be safe We're going to be safe We're going to be safe Mazen like Aham and Mansour had joined the tens of thousands of Syrians disappearing in the regime's clandestine detention facilities There was a safe ... They would like to clean up He's in a case we saw The tale we can kill which we don't forget which we want to draw who we want to draw طلعنا مظاهرات و يعني مظاهرات تصوير نقل اخبار كذا اللي عمليتي قال بدك تعترف غير هالاعترافاتها و قلت له ما انا عمليش قال شكوه لنوع السلاح اللي معك قلت له كاميرا بكل وقعها قلت له كاميرا توشيبة و ماشي التسلاح انا و انا بكره حمل السلاح و انا يقول لي ما بده الاعترافات خذوا اخذوني مددوني بالارض كسروا لي اضلاعي هاي الارضوح و انا يقول يبط انك ما بدك تعترف انت بدك تعترف ما اعترفت بدنا نقتلك قلت له هاي الاندي جاب مرة ثانية شبحني كلبشة منه كلبشة منه على الشباك هيك بارتفاء الارضوحة 40 سمت عن الأرض فعد ما شبحني و رجعني على المحقق قال لا مش ما نخليك راح تعترف بغصبنا عن النقل جابه كلامب احنا نقوله بالمستطيع عن قيسي كلامب و الو ما اندري هاند يحطه بالجهاز الذكري طبعا بعد ما يشلحك الكلسون ولا يتضل عاري مثل ما الله خلقته و يحط الكلامب و يبنش يشت و يشت و يشت تحاول يضب و يضب و يضب على جهازك الذكري اخر شي تحسوا انه راح يقطع لك اياه واحد من ورا حيطي لك خازوق بالمؤخرة تبعك و يضرب عليك يعني شي ما يتصوره عقل البشري ما يتصوره الناس ماتت جثير تحديد ماذا؟ 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 اشتركوا في القناة 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 ماذا أنا يا الله؟ صرت حيتي حالك؟ أين أنا يا أخي؟ تحس حالك راح تجن بعد خمسة ايام رجعوني على الجوية لسه ما قفتوا على المهجع نفسه تبعي رجعتوا عليه قلت لهم يقول لكم اروح المشفى لحد يروح ترى المشفى تصفية فعلا اسمه مصنخ وليس مشفى ستني أواد مازن 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 في فرق معزن ورق بطرام شاهدته المترجمات للمشاهدة لديهم اشتركوا في القناة في بعض الأشخاص المترجمات هذه الدكتورة سوريا والعرب في الشتران هذه المترجمات مازان كانت مجرد بعد 18 مواتين ولكنه يوجد بعض المشاهدة الممترجمات في القناة من المترجمات الكتورة يشاهدونها في مجرد سراء مالك مالك سوريا المترجمات والمترجمات ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر لا يوجد كثيراً لتساعدة المساعدة أو يتابعه، أناشد، أناشد كل المجتمع الدولي، كل حقوق الإنسان، كل من يدعي الإنسانية، أنقذوا المعتقلين. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر